موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الثانين عشرين تموز سوء اليسمين بأسواء بيروت أمسية موسيقية للفنان المصرية مريم صالح بمترو المدينة آخر اصطرات الكتب مع زميلتنا مريم الحاج وفقرة سينمائية لنتابع فيها آخر أخبار الفن السابع أما ضيوفنا لليوم فهنا ودي عبد الأحد رئيس لشدة مهرجانات ظهور شوير وعيد المغتربين لنحكي عن المهرجان لها السنة بالإضافة إلى الموسيقى جون بول جلوين ولكن البداية مثل كل صباح بتكون مع اتصالنا مع مصحة الأرصاد الجوية ومعنا على الخط لأستاذ غسان التقش لنأخذ منه تفاصيل عن طقس بداية الأسبوع أستاذ غسان صباح الخير صباح النور يعطيك العافية ألا يعافيك تفضل عن الطقس لهالأسبوع الحال العام متوعينا لهالأسبوع الطقس موسمي معتاد على الحوض الشرقي المتوسط الطقس متوقع بلبنان خلال الأيام ثلاثة الجاية غائم جزئية مع ضلوع المرتفعات دون تعديل يوسكار لدرجات الحرارة درجات الحرارة المتوقع على الساحة للنهار الثانين بين 22 و 31 فوق جبار بين 18 و 26 بالأرز بين 16 و 24 بالداخل بالباع بين 17 و 35 الثلاثة على الساحة بين 22 و 31 فوق جبار بين 16 و 26 بالأرز بين 17 و 24 بالداخل بالباع بين 18 و 35 نعم بالنسبة لنسبة الرطوبة اليوم استاذ غسان درجة تكون تقريباً؟ الرطوبة نسبية على الساحة بين 60 و 85 و حرارة الماء؟ حرارة الماء 27 درجة نعم هولي كل التفاصيل فأزان نحنا منتشكرك ومنتمنى لك مهان حلو شكراً وانت بألف خير جوال صباح الخير صباح الخير بتيالي تلقى لك للمشاهدين من بعد غياب السحف فترة طويلة بمناسبة تعيد الفطر يلي منتمنى مجدداً ينعاد عليكم بالخير والبركة اليوم اصدار جديد وعناوين بتعطينا كل تفاصيل الوضع السياسي بالبنان والعالم العربي والعالم نبدأ إذن جولتنا مثل العادة مع عنوين صحيفة النهار سلمان استقبل جعجع وجملات في الإليزي بين أنصار وكفرية من خطفت شكيين لقاء العاهل السعودي ورئيس القوات يكتسب دلالات بارزة داخلياً وأقليمياً جبهة النصرة تحدد دفتر شروط جديداً لملف المفاوضات في شأن المخطفين ضمن أسرار الآلهة سأل رئيس حكومة سابق هل بات ممكن معرفة موعد انسحاب مقاتلي حزب الله من سوريا بعد إقرار الاتفاق النووي أم أن ما بعد الاتفاق سيبقى كما قبله لهذه الناحية يقوم مرجع سابق باتصالات بعواصم القرار بعيداً من الإعلام كي يبقى لبنان خارج عملية تقاسم النفوذ في المنطقة ترى أوساط سياسية أنه كلما اقترب التيار الوطني الحر من القوات اللبنانية فإنه يبتعد عن حزب الله سمع ديبلوماسيون أوروبي يقول أن إسرائيل لن توافق على إقامة دولة فلسطينية إلا بعدما تنتهي من رسم حدود دولتها النهائية ببناء المستوطنات وبختم مع افتتاحية النهار بقلم نيلة ويني ومقال اليوم بعنوان جورج الريف يتحدى الأمن والقضاء من تابع جولتنا مع عنوين صحيفة السفير أزمة النفايات نحو التفاقم والمشنوق تركوني وحيدا عباس براهيم يعيد تثبيت صفقة تحرير العسكريين تهافت دولي على قطف ثمار التسوية النووية واشنطن ترفع لهجتها التسويقية للاتفاق وخمينئي يذكر بغطرستها مقدمات ثورة في أوروبا هل ينفجر الغضب كانتفاضة العام 1968 وأيضا بصحيفة السفير السباق البرتقالي ينطلق لقاء الأهالي مع العسكريين المخطفين زلزال المراهنات يضرب الرياضة اللبنانية أيضا في العنوين إيران ما بعد الاتفاق النووي دوليا وبعنوين أخير تفجيرات غزة حضور مريب لداعش يتقاطع مع الاحتلال من السفير جولتنا بالتابع مع عنوين صحيفة الحياة عشرات القتل والجرح في عدن ومجزرة بقصف حثي على المدنيين الجماعة تحتجز ألفين أسير دروعا بشرية في قاعدة العند الجوية كتائب القسام لا تتهم إسرائيل وشكوك بتورط داعش تفجيرات تنذر قادة حماس والجهاد بلين تعرض وساطة بين طهران وتل أبيب الحرس الثوري يرفض المساومة على البرنامج الصاروخي الإيراني قوات النظام وحزب الله تفشل في سيطرة على الزبدان بعد ستمائة غارة منشورات للتحالف تعد الرقة بالحرية غضب في الكويت بعد تبجيل نائب عماد مغني أيضا في صحيفة الحياة تأكيدات عراقية أمريكية لتأجيل اقتحام الفلوجة والرمادي دمسي مواجهة داعش حرب أجيال القاعدة يوسع ضرباته غرب الجزائر تكهنات باغتيال معارضين واستقدام قوات أجنبية مؤامرة الحكم العسكري تغذي خيال الأمريكيين جولتنا بالتابع ومن بعد الحياة عنوين المستقبل يلي كتبت اليوم النفط مقابل التشريع أهل العسكريين يزورون أبنائهم لدى النصرة وخطف تشيكيين قيد المتابعة الأمنية والديبلوماسية وبعيدا عن الأخبار السياسية بصحيفة المستقبل صورة رئيسية لشارع الحمرة يلي غص برواد المهرجان من مختلف الأعمار بمهرجان عيش الحمرة وعنوانة هالصورة صحيفة المستقبل عيش الحمرة عيش الفرح أيضا في المستقبل خامنئي سنواصل دعم أصدقائنا في اليمن وسوريا والعراق والبحرين ولبنان اتفاقوا فيينا في عهدة الكونغرس لستين يوما المنامة تستدعي السفير الإيراني احتجاجا على تصريحات المرشد خسائر كبيرة للمتمردين أثناء تحرير حي التواهي مجزرة للحثيين في عدن بالعنوين الداخلية في المستقبل إيران بعد الاتفاق على من تصرف الأموال صرخة أنصار الله بوجه حزب الله المستقبل تنشر المخطط التوجهي لمؤسسة كهرباء لبنان للإنتاج والنقل وبعنوين أخير حزب الله يستولي على عقيدة الجيش السوري جورتنا بالتابع مع عناوين صحيفة الأنوار يلي كتبت اليوم مجلس الوزراء ينشغل بالاعتصامات والمطامر عن مشكلة آلية عمله المالك سلمان يستقبل جاجع غياب رسمي عن اختفاء لبناني وخمسة تشيكيين في البقع أهل العسكريين المخطفين التقوا أبنائهم في جرود عرسال بقلم المحلل السياسي ما دخل الكيديات السياسية مئة وخمسة عشر قتيلا بتفجير إرهابي لداعش في العراق اعتقاله أربعمائة وواحد وثلاثين متهما بالإرهاب في السعودية المرصد السوري داعش استخدم غازات سامة ضد الأكراد المقاومة اليمنية تواصل تقدمها بعد السيطرة على عدن وأيضا في الأنوار القوات المصرية تقتل مئة وتسعة وخمسين إرهابيا في سيناء وبختم بعنوان أخير ومع الأخبار الاقتصادية أولاند يدعو إلى إقامة حكومة لمنطقة اليورو من الأنوار إلى عنوين صحيفة اللواء وبعنوان الرئيسة النفايات أمام مجلس الوزراء الخميس والتحضير لبروفة عونية جديدة المالك سلمان يستقبل جعجع وجنبلات في الإليزي اليوم وزيارة المشنوق غدا اليوم بصحيفة اللواء مقالب قلم صلاح سلام بعنوان سؤال أمريكي عن الاتفاق النووي لماذا يتوجس الأصدقاء العرب أيضا في العنوين مجزرة حوثية ضد المدنيين مائتي وسبعة وخمسون قتيلا وجريحا قوات هذه تحاصل القصر الرئاسي في عدن والعند في لحج المالك سلمان يستقبل وفد حماس تأكيد الاحتضان العربي وثمار إيجابية تضم 431 إرهابية نفذ وخطط لعمليات إرهابية السعودية تعلن القبض على أكبر خلية لداعش داعش يفجر الملعب الأولمبي في الرمادي وبعنوان أخير أبو جمر لللواء حقوق المسيحيين بانتخاب رئيس وليس بالبحث عن صلاحياته وهو غائب منتابع مع البلد وبعنوان الرئيس غموض بخطف تشيكيين ومشاورات قبل الخميس شأن أم أبين لبنان يعيش الفيدرالية في العيد معارك الخرز جبهات مفتوحة أسباب وحجم مشكلة حوادث السير في لبنان وبصورة الرئيسية وجع متنقل ومن البلد إلى الصحف الأجنبي وبترجم العنوين دايلستار اليوم الغموض يلف قضية المخطفين تشيكيين الخمسة مصادر أمنية من المرجح تورط السائق في محاولة لعملية تبادل مع أخيه المخطف وأيضا بصحيفة دايلستار جعجع يطلب دعم الملك سلمان من دايلستار إلى لوريون لجور مفاوضات مكتفة متوقعة قبل جلسة مجلس الوزراء بالعنوين الرئيسي وفي الملف الرئاسي أيضا الراعي يطلب وبكل صراحة من التيار العوني الذهاب إلى البرلمان بقضية مقتل جورج ريف مطالب مكثفة لضمان تحقيق العدالة وضمن الشلل السياسي لبنان يمكنه أن يخسر ملايين الدولارات نتابع جولتنا مع الشرق وفي عنوين أزمة النفايات في الشارع وإلى مجلس الوزراء الخارجية الفرنسية للشرق قلقون من التعطيل في لبنان نهاد المشنوق إلى فرنسا وجعجع إلى السعودية والراعي يستنجده بمرشربل السعودية تشن حملة ضخمة ضد أوكار الإرهاب وتعتقل المئات وضمن رأي الشرق بقلم عون الكعكة التسوية مهما طال الزمن كيري لم نصبح حليفا لطهران المصارف اليونانية تفتح أبوابها اليوم داريان نحن أول من قاتل التطرف اليمن المقاومة الشعبية تتقدم ضد الحثيين وأيضا في صحيفة الشرق غزة تفجير خمس سيارات لحماس والجهاد وبالصورة الرئيسية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عم يستقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مبارح ومن الشرق إلى الشرق الأوسط وفي عنوين مذبحة حوثية في عدن والمقاومة تزحف نحو القصر المتمردون يلوحون بموقف التعاون من الأمم المتحدة ومثلث العند بيد أنصار هادي أوباما يتحدى الكونغرس ويذهب بالاتفاق النووي إلى مجلس الأمن البرلمان الإيراني يطالب بتسلم نصه فورا ويستجوب ضريف وصالح غدا استهدفت سيارات قادة في القسام وصرايا حماس تتلقى رسالة تحدي بخمسة تفجيرات في غزة يستقطب المقاتلين بوعود ثراء وشعار البترول للمسلمين داعش يروج لدولته في ليبيا بإطلاق فتاوى النفط ويتجاهل الشريعة وبعنوين أخير حكومة البشير تلوح بغصن زيتون وتتعاهد بحوار لا يستثني أحدا جورتنا بالتابع ومنوصل إلى عنوين صحيفة الأخبار وبعنوين الرئيسي جريمة الصيفي انهيار الدولة شروط جديدة للتفاوض على إطلاق العسكريين إطلاق السجينات أولا لبنان اختفاء خمسة تشيكيين في البقاع سعيا إلى صفقة تبادل وبعنوين أخير نيال من إلو مرقد عنزي في قبرص وجولتنا من اختمام عنوين صحيفة الجمهورية يلي كتبت اليوم الخميس آلية أو دوران في التعطيل شفاء بولوس اليموني أعجوبة جديدة للقديس شاربل في الكورة فرص لبنان في نيو إيران موضع شكوك بالأخبار الرياضية أرسنل يواجه رسالة قوية لمنافسيه بإحرازه الكأس الأسيوية وبخطم مع الصورة الرئيسية الراعي يتضرع لانتخاب رئيس صورة للبطريارك الراعي خلال زيارته إلى بقع كفرة لمناسبة تعيد مارشاربل ومعها الصورة من صحيفة الجمهورية ممكن نوصلنا لختم جولتنا على الأخبار السياسية وعنوين الصحف برايكم نرجع موسيقى